اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء طبعا عندي قبل يوم يوم ما قدم البرنامج هدوء وكذا لكن الحين ما تسمعون طاخ وطيخ في الستوديو فهذا ما بينها ترى في حدي في الستوديو بثمانة متعبدي خلال شهر رمضان معايا الدكتورة وفا عايش مدير إدارة التغلية السريرية في هيئة الصحة بدبي هي تشاركني تقديم هذا البرنامج صباحك ان شاء الله بالخير دكتورة صباح الفل طح الموبايل يا محمولة نزيل مثل ما قلناكم صحة وسعادة برنامج تقدم الهيئة بالشراكة مع مستشفى الزهرة وأيضا سمحوا لي بس في البداية أرحب بفريق العمل معنا في الإخراج المتلقة دائما ميثة بنبيات في التنسيق معنا أشواق مسعد وهذه تحيات فريق الإعداد في هيئة صحة بدبي من قسم الإعلام سؤال حلقتنا اليوم مثل ما عودناكم مستمعين خلال شهر رمضان هناك أسئلة يومية بتكون ضمن البرنامج كل يوم عندنا سؤال وهذه الأسئلة مقدمة من إدارة تقنية المعلومات والجائزة عبارة عن لوح ذكي سؤال الحلقة يقول ما هو التطبيق الذي يوفر دليلا شاملا عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي هل هو تطبيق أطباء دبي؟ تطبيق صحتي؟ تطبيق حياتي؟ ولا طفلي؟ صحتي حياتي طفلي أطباء دبي تقدرون تطرشون لنا الإجابات على الرقم 4006 تطرشون لنا الإسم الثلاثي مع الإجابة السليمة مع الإجابة السليمة فخلونا ناخذكم بعد كذلك مثل ما نحن معودينكم دائما على بعض الأخبار والدراسات في عنا دراسة تقول لا تفعل هذا الشيء بعد وجبة الإفطار شو هذا الشيء؟ يقول حذر الدكتور قاغان قولان هذا رئيس قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة غيرسون التركية من أمور قد تكون معتادة للبعض عقب الإفطار في رمضان لتثيرها البالغ على القلب والأوعية الدموية وقال قولان إن من هذه المخاطر هو التدخين عقب الإفطار مباشرة وأضاف من يدخنون سجار مباشرة بعد الإفطار في رمضان يتعرضون لحالة من رعشة الجسم وبالذات ارتعاش الأرجل والأقدام بالإضافة إلى الدوخة حيث أن تدخين سجارة بعد فترة انقطاع طويلة سيستسير جميع آليات الدفع في الجسم وهو ما لا يحدث في حال التدخين عبر فترات انقطاع قليلة فالتدخين في رمضان يلحق ضررا كبيرا بجدران الأوعية الدموية أكثر من التدخين في بقية العام من جهته يقول دكتور علاء الزغبي من مركز باكوليف لجراحة القلب والأوعية الدموية في موسكو إن التدخين عقب الإفطار مباشرة يزيد من أمراض القلب والأوعية لأنه يساهم بشكل فعال في تصلب الشرايين بالإضافة إلى ارتباكات أخرى في جهاز الهضم تعمل على زيادة نسبة أمراض الأوعية الدموية وذكر قولان كذلك إن هناك دراسات تشير إلى زيادة الوفاية المرتبطة بالقلب في رمضان مشيرا أن التدخين يسرع من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية كما يسبب في وفايات مفاجئة طبعا دعا قولاني إلى استغلال فرصة شهر رمضان المبارك للبدء في الإقلاع عن هذه العادة السلبية والاستفادة من اعتهاد الجسم على التوقف عن تعاطي التبق خلال ساعات الصوم الطويلة دكتور أنت تكلمت عن هذا الموضوع في أول يوم فرمضان صحيح لأنه فعلا الدخان معدة جاهزة منظفة طول اليوم مرتاحة للجهاز التنفسي للجهاز الهضمي وأجي أول ما أفطر عليها على سيجارة فأنا أؤذي الجسد بعد ما أنا عملت عملية تنظيف للشوائب الموجودة يعني هي فطرة رائعة للناس اللي بتدخل أنها تبطر للدخل إضافة لأنه مجرد أنه يأكل الأكل بعد فترة صيام 17 ساعة الدم كله راح للهضم والتركيز فيه فأنا لما أدخل أخذ سيجارة بعد الأكل على طول وبأيد الدراسة بمفهوم أنه لما أنا بأخذ السجاير عم بأخذ هوا والهوا هذا أصلا فيه مواد ضارة الضرر فيها يلبك المعدة ويؤثر سلبا على انسداد الشرايين وعلى الرئة فننصح دائما أنه يا جماعة فرصة فرصة رمضان لتحسين إحنا منقولي عنها دائما دورة مجانية لتحسين الجسد هي فعلا دورة مجانية لتحسين الجسد فبالتالي فكر أنك أنت تترك التدخين بما أنك قدرت تتركه 17 ساعة 15 إلى 17 ساعة فيعني اللي بيقدر يتركه هالوقت I think أنه بكون عنده الإرادة الكافية أنه ينسحب وهي الدراسات تثبت هلأ في كثير دراسات ومكتوب على البكية مضر للصحة وبيسبب سرطان ولكن الناس لسه للأسف الشديد لا تعي الخطر اللي بيجي منه وبيعتبروه أنه شيء بيعني ما بعرف بيهدي أعصابهم أو أنا ما بلاقي بحسوا بوتر ولا نقول دكتورة جربي الدخنية عشان تعرفين شعور المدخل أنا ما حتى الريحة ما تحملها لا أعوذ بالله أعوذ بالله لا من الريحة لا من ما فيه شيء يعني ما فيها فائدة ما أدري يعني مولا أبدا ما فيه فائدة عموما نحن خلينا نذكر بسؤال حلقتنا اليوم دكتورة ونطلع فاصل وبعد الفاصل ما نستقبل معنا دكتور الأمين أبراهيم الأمين خصائي أول غدد صماء وسكري بمستشفى دبي بيحدثنا عن التغذية أو بنتكلم عن التغذية ومرضى السكري شعور الله وأيضا مناخ تفاصيل عن تطبيق حياتي لمرضى السكري شعور فسؤالنا يقول ما هو التطبيق الذي يوفر دريل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي هل هو تطبيق أطباء دبي؟ تطبيق صحتي؟ تطبيق حياتي؟ أو طفلي؟ يعني يعني نمتابعنا أول يومين المفوض أن نجاوب يعني أنا أستغرب السؤال واضح والإجابة من السؤال نعم لكن في ناس أسيطرشون إجابات غلط علي مختار صح هيثم عز الدين غلط يا هيثم وإحميد بعد إجابتك غلط مو متسحرين أيثم وإحميد مو متسحرين أشوف حتى أشواق عيسى مو بأشواق مالتنا نزين بعد إجابتك غلط والمصطفى إجابتك غلط عموما أشوف المصطفى هي إجابتك غلط عموما ارسلونا الإجابات الصحيحة على رقم 4006 وأيضا والله في عندنا دقيقة نعطيها دقيقة خلنا نعطيها على المشروب أول رمضان شو رأيت ها هو فاصل طيب خلاص بعد ما نقدر هي ربان السفينة ميتة قالت فاصل يعني ناخد فاصل على الرقم 4006 رسلونا الإجابات وأيضا مستمعين اللي حاب يشاركنا في البرنامج ممكن أن يتصل على رقم 600551414 فاصل وما يرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى ومسمعين أكبر وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعة نور دبي نذكركم مستمعين بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في مرة دبي هل هو تطبيق أطباء دبي تطبيق دعونا نشيل الإجابة دكتورة هل هو تطبيق أطباء دبي ولا تطبيق حياتي ولا تطبيق طفلي زين أطباء دبي حياتي طفلي اللي تابعنا اليومين اللي طافوا بيعرف الجواب على طول الأصمان اللي إجابة في السؤال دكتورة عموما مستمعين نحن نتكلم عن أحد التطبيقات الجميلة أنا كمفروضة شيء الاسم هذا التطبيق صدقين؟ صح أساس الناس ما يخربطون عموما هذا التطبيق هو تطبيق حياتي لمرضى السكري التطبيق أطلقته هيئة الصحة في الكثير من المزايا فنتكلم عن هذا التطبيق وما يحتويه من معلومات مفيدة لمرضى السكري مع الدكتور الأمين إبراهيم الأمين خصائي أول غدى الصماء وسكري بمستشفى دبي حياك الله معانا الدكتور وأيضا خبرنا عن فكرة هذا التطبيق والمعلومات اللي يتضمن أهلا وسهلا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتحية وكل عام أنتم بخير جميع المستشفى التطبيق في الحقيقة كان استمر التعاون ناجح جدا بين دائرة الصحة في دبي وشركة IBM الإمارات والهدف الأساسي كان منه رفع الوعي بمرضى السكري وبأنواع مختلفة التعريف بكل التفاصيل عن المرض السكري وكيفية علاجه ومضاعفات المرض وكيفية التعامل مع كل ما سبقه الحقيقة المعلومات اللي في التطبيق عبارة عن عصارة تنقيح آخر الرشادات والتوصيات المحلية والعالمية ونعيد بأنه حيكون في تحديث للمعلومات الموجودة بالتطبيق بشكل دوري لتواكب النصايح التطبيق المتجددة دوما جميل أنا يعني أبغي أعرف مريض السكري ما أهمية هذا التطبيق له دكتور وأيضا شو المميزات هذا التطبيق وكيفية استخدامه من قبل المرضى يعني مريض السكري شو اللي ممكن يستفيده وائد من هذا التطبيق ويكون مميز عن تطبيقات الأخرى نعم في الحقيقة يتحدث المجتمع الطبي عموما في تخصص مرض السكري عن تمكين المريض المصاب بالسكري يعني والpatient empowerment ونحن دائما بنقول أنه يكتمل للعلاج علاج مرض السكري بتكاتف الفريق المتكامل والمريض هنا هو قائد الفريق والتطبيق واحد من الأدوات اللي نحن وفرناها لإعداد قائد الفريق اللي هو فريق علاج مرض السكري ونحن نعتبر أن التطبيق أدالي زيادة المعلومات زيادة معلومات مريض السكري وأدالي التواصل ما بين المريض ودائرة الصحة وربما بين المريض ومستشفيات القطاع الخاص في المستقبل بس في الوقت الحالي هي أداء للتواصل ما بين دائرة الصحة في دبي ومريض السكري ما في باريرز هو بيسأل السؤال اللي بده ياه وإحنا موجودين نجاوب ما عنده يعني ما عنده بده موعد ويرح يشوف الطبيب فبده سؤال من الطبيب يسأله على طول عن طريق التطبيق بالتأكيد طيب وفا طبعا تعقب على التطبيق وكلام الدكتور لأنه اشتغلت بعد معاملكم في هذا التطبيق نعم صحيح كنا صريح مع بعض نحن الحمد لله الآن في شهر رمضان هل التطبيق له معلومات خاصة للمرضى بشأن الصيام والسكري وغيره؟ نعم في الحقيقة من جماليات التطبيق ديه إنه بيسأل الشخص المستخدم إن كان صائم أو غير صائم إذا كانت الإجابة بنعم يتحول التطبيق إلى تطبيق حياتي رمضان ويتميز التطبيق حياتي رمضان بخصائص مواقع الصلاة خاصية التذكير بمواعيد تناول الأدوية خاصية التنبيه بنسب السكر ذات الخطورة أثناء الصيام النسبة التي هي أقل نسبة ممكنة وأكثر نسبة ممكن أو مقبولة خلال فترة الصيام اللي هي أقل من أقل من سبعين وأكثر من تلتمية مزبوط وعلى حد علمية المتواضع ما في تطبيق بالمستوى العالي ديه من الديناميكي ديه تطبيق حياتي أضيف عليه ممكن أعاكم على دكتور طبعا التطبيق طبعا رمضان والتغذية برمضان والأدوية والهي إنت لما عملنا دورة رمضانية دورة تدريبية للكوادر الطبية وحتى جبنا الأئمة المساجزة تتذكر حتلاقي فيها حتى بعض المحاضرات نزلت المفروض أنه نزلوا منها بعض الأشياء للتطبيق لرمضان يعني متخصص بدقة إيش يعمل مريض السكر في شهر رمضان التطبيق رائع بصراحة طيب الحين ما دام أن هذه معلومات موجودة في التطبيق خلو أن أخذ لمحة سريعة عن أهم الشغلات اللي لا ينصح فيها لمرضى السكري بالصيام فمتى ما تنصحون المريض بالصيام دكتور؟ طيب هو في الحقيقة يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا نعم ويبقى السؤال من من المصابين بأي علة كانت لديه الرقصة بعدم الصوم فعلى الإطلاق الصيام خير لكن في حالات معينة يبقى الصيام ممكن يكون فيه بعض الضرر على الشخص المعين والحقيقة المعلومات في المنطقة دية في النطاق دية ما زالت في طور التجميع إنه بالضبط مين من المرضى نحن بننصحه 100% اللي لا يصوم ولكن فيه نوع من المتفق عليه من الاستشاريين واخصائيين والباحثين في مجال السكري على عدة أنواع من المرضى وعدة حالات نحن بننصح إنه بقدر إن كان ما يصوم جميل وبالتأكيد في منهم برغبة من نصيحة الطبيب بيصوم بيحاول يصوم صحيح أتفضل دكتور الحالات اللي نحن نفتكر إنه 100% يستحسن إنه ما يصومه أي شخص أصيب بارتفاعات شديدة خلال الثلاثة الشهور السابقة لرمضان أو انخفاضات شديدة خلال الثلاثة الشهور السابقة لرمضان أو عدم الوعي بانخفاض السكر بعض الحالات إنه إذا كان من المرضى السكر لمدة عشر سنين أو أكثر كده ما بحس بنخفاض السكر طور عالي جدا جدا خلال فترة الصيام إذن اللي حابي تواصل معنا على الرقم 600551414 وأيضا نذكر بس بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة اليوم يقول ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي هل هو تطبيق أطباء دبي ولا تطبيق طفلي بس وما حد يكتب لي الجواب الأول جواب الثاني لا اكتب لي الجواب مع الاسم الثلاثي ورقم التلفون يطلع عندنا لا تحاتي بس الجواب مع الاسم الثلاثي إذاكم الله خير طيب دكتور شو هي المضاعفات السلبية للصيام على مرضى السكري اللي ممكن الصيام يأثر عليهم نعم أول حاجة أحب أن أكرر أن الصيام كله خير لكن تكمن الخطورة عندما يصوم من لا يجب أن يصوم وذكرنا بعض الحالات في السؤال السابق وخطورة الصيام في هذه الحالات إذا أصر الشخص أن يصوم بتزيد احتمالية انخفاض السكر الحاد بالذات إذا كان عنده عدم الوعي بانخفاض السكر أو ارتفاع السكر الحاد مما يؤدي إلى التنوين بالمستشفى بزيادة الأحماض الكيتونية وذي بالتأكيد ممكن يكون عندها خطورة على حياة المريض وبطبيعة الحال زيادة احتمالية الجفاف الشديد وقابلية تجلطات الدم في الأوردة فدي المخاطر الأساسية لمرض المريض السكري اللي نحن بننصحه أنه ما يصوم وبيصير على سيام رمضان لأنه دائما الخوف من انخفاض دكتور صح الأمين أكثر من الارتفاع لأنه ممكن ما يلحق حاله الشخص ما يجازف جميل نحن إذا في مداخلات يا جماعة الخير دخلوها علينا لنشوف التلفونات موجودة عموما أيضا ما أدري إذا ما ما نتكلم شوي عن الأمور الخاصة اللي يجب على مريض السكري أن يعي لها في رمضان ما الذي يجب عليه أن يعرف نعم في الحقيقة ننصح المريض نحن دي من المخرجات بتاعة التطبيق حياتي ودي مكتوبة كلها في الابليكيشن أو في التطبيق أنه عموما بننصح مريض السكر بمراجعة الطبيب هم حاجة دي مراجعة الطبيب قبل رمضان وإن فاتوا فيبقى خلال رمضان أحين دخلنا رمضان أحين كده إن فاتوا فيبقى خلال رمضان نبير تولي أيو نبير تولي لات is better than never صحيح حتى يبقى نصيحة لرمضان الجاي واللي بعده واللي بعد إن شاء الله تعالى عوام مجيدة فيبقى المتابعة لأن تكون قبل رمضان وحتى لو فاتوا لا يبد أن يقابل طبيبه خلال فترة رمضان نحن لسه نقول في بدايات رمضان كمان بننصح المريض بتناول كميات كافية جدا من السوائل خلال فترة المساء لتقليل احتمالية الجفاف خلال اليوم والحرص على تناول الأدوية بالتأكيد حسب الإرشادات المتفق عليها بينه بين طبيب السكر الخاص به ونفتكر إننا دي معلومة مهمة إن صيام الصباح لا يبرر يجب أن لا يؤدي إلى تناول السكريات والنشويات المفرطة عند المساء السهلة أو طبعا يعني لا يفتع ومالك في مدينة يعني مالك ممكن يدعى شوية الله يسر نحن نكمل مع الدكتور وفا في الحديث عن التغذية الخاصة بمرض السكري لكن دكتور قبل لا أطلع فاصل يعني واختماد اللقام عنك كلمة أخيرة تبغي توجهها لجمهور يعني من خلال توجتك معنا حاضر أنا أفتكي إنه أهم معلومة إحنا ممكن نملك لمريض السكري خلال فترة رمضان إنه في أي حالة ينصح بإفطار الإفطار خلال فترة الصيام يعني ممكن يوقف الصيام دي من أهم المعلومات لأنه دي تكمن هنا خطورة المضاعفات السكري خلال فترة الصيام والمتفق عليه زي ما قلنا إنه في الإرشادات والإرشادات دلوقتي آخر أو أول إرشاد عالمي موجودة في الساحة الطبية هي ما ثمرت تنقيحة وتعاومة بين فدرالية السكر العالمية نعم ومنظمة السكري برمضان دار دار والجدير بالذكر بأنه دي أول إرشادات عالمية يعني تنتج في العالم دلوقتي وتقريبا نصف المشاركين فيها من دائرة الصحة بدبي نعم حتى الفكرة جات من دائرة الصحة بدبي فالمعلومة المهمة جدا اللي يحب أي شخص مصاب بالسكر إنه يعرف بتين يوقف صيامه فنحن بننصح بأنه أي لحظة إذا كان السكر أقل من سبعين ميلي جرام بر ديسي ليتر أو ميلي جرام بكل ديسي ليتر حتى وإن كان قبل مصف ساعة من وقت الإفطار أو صلاة المغرب يجب على المريض أن يفطر يفطر أيوة لأنه ما يكمل صيامه أيوة ما يكمل صيامه لأنه السرعة للانخفاض ما في حد يقدر يتوقع جميل يعني ممكن السبعين دي يواصل لمدة ساعة أو ساعتين وممكن تنزل إلى ثلاثين في خلال إيه صحيح تسمع عيسى نعم نعم في أي وقت إذا كان نسبة السكر أكثر من تلتمية ميلي جرام فيجب على المريض أن يفطر في أي حالة إذا حس المريض بالإعياء المفرط دي للأسف ما عندنا لها حدود نحن بنخل الموضوع للمريض إنه إذا حس بإعياء مفرط يعني فيه خطورة على نفسه فيجب على هو يفطر جميل هو دكتور حالو بسير نعم دكتور حالو بالضبط إذن شاكري لك تواجدت معنا دكتور الأمين إبراهيم الأمين أخصي أول غدد صماء وسكري في مستشفى دبي ونتمنىكم التوفيق إن شاء الله ويعطيك العافية دكتور الله يعافيك شكرا جزيلا إذن مستمعين شكرا لك دكتور إذن مستمعين نذكركم بسؤال الحلقة ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي هل هو تطبيق طباء دبي أم طفلي أسهل من شيء ما فيه وبعد أتيني إجابات غلط يا جهات الخير يعطيكم الجواب خلاص ما باقي إلا أقول الجواب فاللي حاب يشارك في هذا المسابق عثلنا رسالة على 4006 وأيضا الجائزة هي عبارة عن لوح ذكي من تقدمة إدارة تقنية المعلومات فاصل ومن أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وتوصلي معاكم عبر برنامج صحة وسعادة وأيضا ما نستقبل إجاباتك إجابات المستمعين على سؤال الحلقة اليوم ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي هل هو التطبيق أطباء دبي ولا طفلي فاللي حاب أن يشارك معنا ممكن يرسل الإجابة على الرقم 4006 وأيضا مستمعين اللي حاب يتداخل معنا ممكن نتصعى على الرقم 600551414 ومعايا في الستوديو كالعادة دكتورة وفا عايش دكتورة نحن كنا نتحدث عن مرضى السكري بشكل عام وأهمية تطبيق حياتي في تعريف مرضى السكري بمختلف المعلومات عن الصيام وعن السكري الآن أبغي أتكلم عن جانب التغذية بالنسبة لمرضى السكري يا ترى ما هو أنا عارف أنت ما تطالعين هاي النظرة تبغين تتكلمين عن مشروب اليوم إن شاء الله ما تتكلم علينا قبل نهاية الحلقة شو رايت؟ إن شاء الله يلا تفضلي دكتورة محضرت لهم كركديه اليوم كركديه؟ خلاص ما تتكلم عن الكركديه بعد السكري شو رايت؟ يلا تفضلي طبعا في بعض الخطوات اللي لازم نعملها بالنسبة لتغذية مرضى التغذية المرضى بكل العموم لكن أول شيء وأهم شيء يعرف الشخص إنه كل إنسان له خصوصيته في عملية الحمية التغذية لمرضى السكر لأنه بعتمد عليها كتير أشياء النوع الدوال النوع السكر الرياضة اللي بيمارسها النشاط البدني طبيعة الأكل اللي بياكلوا من أي بلد شو الكالتشر كلها إحنا بنحطوا في باكتج واحد ومنخصصوا للشخص اللي موجود كمان لما بنعتمد على الكاربوهايدريت دائما منقولهم روحوا على الكاربوهايدريت المركبة اللي هي ما بتيجي من النشويات اللي من الحبوب الكاملة ليه؟ زي ما قلنا مبارح إنه دائما تاخد وقت تاخد من حوالي ساعتين لأربع ساعات لحتى إنها بسبب الألياف اللي موجودة فيها فبيكون في سهولة في عملية الهضم وبالتالي الشخص بيكون بتحسن مؤشر السكر لدى الشخص بتفعل عمل الأنسولين إذا بياخد أنسولين وإذا كان بياخد حبوب فبتخلي الحبوب تشتغل بصورة أزبط أيضا يحافظ على الرياضة اللي كان يمارسها الشخص الشخص اللي بيمارس رياضة قبل الرمضان يعني هو بطبيعته رياضي يخلي نمط الرياضة موجود برمضان ولكن بعد على الأقل ساعتين من الإفطار أو ثلاث ساعات وبفضل أنا يعني لما يروح الترويح يعني أنا بالنسبة لمريض السكر أنا بتهيلي لو عملها كاملة فهي بكفاية هلأ زي ما تفضل دكتور أمين الرجاء مراجعة الطبيب لما بده يكون الشخص بده يعرف خلينا أقول إذا كان هو عنده الخفاضات كثير أو ارتفاعاتات ارتفاع كثير شو لازم يسوي وإحنا بنعطيه نمط غذائي بعد استشارة الطبيب شو اللي لازم ياخده هلأ ما بنتكلم على روحوا على الأطعم اللي فيها مؤشر سكر جيد زي الثريد، الهريس، الحمص، الفول، الفتوش، التبولة، العدس، البقليات هاي كلها بتساعد على الحفاظ على مؤشر السكر خلينا نقول ومنقول عنها إحنا اللودينج يعني تعبئة المواد التغذوية فيها عالية الجودة فإحنا دائما منقول التجهو إلى الأطعمة اللي بتأثر ليش؟ لأنه مؤشر السكر بيأثر على كتير إشي في جسم الإنسان بيأثر على بتأثر عليه طبيعة الأكل طب إذا كان يعني الفاكهة رايب ولا لأ مستوية ولا لا كل الإشي هاي إحنا بندرسها ونشرحها للمريض حتى يعرف شو ياخد من أنواع الأكل الآن لما بنجي على هل مؤشر السكر البطيء أو القليل أحسن من العالي أكيد لأنه بتعطيك نوعيات أكثر بتعطيك تاخد كميات أكبر بيكون عندك تخصصية يعني مساحة للأكل باستمتاع أكثر خلينا نقول أما المؤشر العالي زي السكر الأشياء اللي فيها سكريات وحلويات عالية سريعة الامتصاص هاي بنقول دائما حاول تبطئ منها كمان كتير مهم كميات اللي بيأخدها الشخص كل إنسان له كميته على حسب عمره ووزنه والطاقة اللي بيحرقها فبالتالي أنا بحدد له على حسب الكالوريز كم بيطلع منها كاربوهايدرات الناس العاديين منستثني منهم المراهقين والحوامل عادة من خمسين لخمسة وخمسين في المية بتكون الكاربوهايدرات الحوامل والمراهقين لأنه عند الأطفال أو المراهقين الغراث هرمون إنه مو بيلعب دور وهرمون الحمل عند الحوامل زي ما قلنا بأول حلقة بيلعب دور فمننزل نسبة الكاربوهايدرات لأربعين أو خمسة واربعين في المية من معدل سعرات حرارية منحسبهم نقول له أو للشخص أو للسيدة أو للطالب هل قد لازم تاخد كميات بتكون مدروسة دائماً ننصح في البليت وإذا بتقدر الطبق الصحي نص الطبق بيكون خضار وفواكه ونص الطبق بيكون الحبوب الكاملة والبروتينات ودائماً الألبان زي ما اتفقنا بتكون براء الطبق ليش؟ لأنه إحنا قلنا لها دور مهم في عملية النمو وأيضاً إذابة الدهون المختزنة داخل الجسم فإحنا دائماً ننصح للأشخاص بينهم يختاروا الخضار شديدة الخضار والفواكه شديدة الحمار والبرتقال دائماً يتجه إلى أنه يخفف الدهون اللحم إذا بدأ ياخده في جهة البروتين تكون أسماك دواجن بس ما يكون فيها دسم أتأكد أني أنا طبقتنها بطريقة صحية لأنه إحنا ما منمنع الشخص هاي صورة كمان حية لطبيعة كيف أنه الشخص ممكن بسهولة بقولك أنا صعب أطبق الطبق لا بحط اللحم على مقدار الربع ودائماً أقيس على كف يدي أنا يعني كف يدي الرجل غير عن المرأة غير عن طفل فأنا اللحمة مسموحة بمقدار كف يدي أنا ليش بتعطيني بقياس اللحم اللي أنا لازم أاخده في اليوم وهذا من ضمن الأشياء الإرشادات محمودة اللي إحنا منحاول نقربها للشخص لما منقول له الخضار والفواكه منحط الصحن بصورة اللي تبين كيف الأشياء وكيف محسوبة طبعاً نبدأ دائماً نقول لهم ناخد الشوربة والإفطار بيكون مثله مثل الشخص العادي التمر ومنحددها التمر إلى تلت تمرات أكتر شيء لمريض السكر بعدين الشوربة السلطة وياخد الأكل مريض السكر ننصحه غير عن الناس العاديين أنه ياخد الأكل بصورة يعني على طول إذا كان عنده حاسس بتعب أو انخفاض أو هوط ما يستنى طيب أشواء شوفي لي بس في حد طالب الاتصال شوفي شو الموضوع يعني يقولوا حاولت اتصال بكم لا يوجد رد أيضاً في أكلات عنا محمود بالإمارات رائعة زي الهريس مثلاً وفوائده على الجسم سهل على المعدة بياخد وقت طويل يعني عشان حتى بنصح فيه بالسحور يعني اللي بيقدر ياخده فطوره سحور أنا بفضل بالسحور أكتر كمان الهريس لأنه بياخد وقت لينهضم لأنه غني بالألياف وطبعاً كله كله من القمح الكامل فطبعاً من الأكلات اللي رائعة أكيد الثريد كمان بننصح فيه لأنه كتير سهل ومن الأشياء الكتير التراثية اللي إحنا موجودة على طبقنا الرمضاني في خلال فترة رمضان وينلي منسمح لمريض السكر ياخدها من الأشياء اللي كمان كتير مننصح فيها لمريض السكر لمجدرة تعرف العدس مع العيش السكر فيه أو مؤشر السكر كتير لو واطي فبيكون تأثيره على الدم لمريض السكر رائع أنا عم بعطي كتير من الوجبات لمريض السكر لأنه اليوم تخصصنا لمريض السكر لو بدأ أقولك اللو تبع بس هذا ما يمنح حتى اللي ما عنده سكر يدفع يستفيد من هذا. نعم لأنه شوف يعني بتخليه حس بالشبع خلينا أقول لفترة طويلة وهذا الهدف لما ليش إحنا دائما ننصح بالسحور ويكون قريب جدا من من الأدان لأنه فعلا بيساهم في عملية أنه أنه أنت ما تجوع ما تحس بالجوع عندك كمان الحمص صحن الحمص على السحور سواء لمريض السكر أو لشخص العادي نسبة خلينا أقول تأثير التغذية عليه كثير وحتى مؤشر السكر ستة من أربعة على ستة كثير واطئ وبالتالي بياخد وقت في عملية الهضم بياخد وقت في عملية وتأثيره على ارتفاع السكر في الدم رائع يعني أنه ما بيرفعه بسرعة زي السكريات الأحادية أو البسيطة جميل إذن أنا بس أبغي أكد على معلومة أنه إذا كان السكري أقل من سبعين حتى لو قبل الأذان بنص ساعة افضر نعم هيك تكلم الدكتور فيجب أن يفضر لأنه ممكن ينزل زي ما تفضل الدكتور الأمين الممكن خلال خمس دائق ينزل لثلاثين صحيح ويدخل في كومو وإحنا في غناء عن ذلك بالضبط فطالما الواحد وأكثر من ثلاثمية وأكثر من ثلاثمية بعد كذلك إذن نحن شو نقول هنا يا جماعة الخير الصيام يعني جميل لكن إذا بيهدد صحتك يعني حتى لو قبل نص ساعة من الأذان لا تخاطر لا تخاطر أنك أنت تقول لعبة قاوم صحيح لا أفضر أحسن اهتم بصحتك لو قبل الأذان بنص ساعة مثل ما ذكرتكم أي بلت ماي الحمد لله طيب الحين عشان ما تقولين أنا دايما شسمة وخلينا نتكلم عن المشروب المشروب اليوم لكن قبل هذا بعد نعطيهم كم ثلاث دقائق حق الإجابة ثلاث دقائق زين بس أذكركم بالسؤال سؤالنا اليوم يقول ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية الخاصة في إمارة دبي هل هو تطبيق أطباء دبي ولا تطبيق طفلي يعني يزاكم الله خير على الكلمات الجميلة وأيضا نبغي منكم تجاوبون على السؤال عن طريق أربع صفر صفر ستة ترسلوا لي الإسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة طيب دكتورة ناخذ مشروب اليوم الكركدي الكركدي بما أنه محمود بلش الحلقة بدراسة عن القلب فالكركدي رائع من أفضل المشروبات لمرضى القلب والضغط الدم اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم أيضا بيقلل بيقتل المايكروبات اللي موجودة وبالتالي بيحسن عمل الجسم بكل المضادات الأكسادة الموجودة فيه مرتب ومرشط للهضم مدرل البول ملين خفيف للأمعاء وأهم شيء إذا الشخص عنده ارتفاعه في ضغط الدم ياخده بارد لأنه مش حار لأنه سبحان الله إذا حار ممكن يرفع الضغط تخيل لكن بارد فبيساعد على خفض ضغط الدم وبالتالي تحسين القلب وضغط القلب أيضا بسم الله عليكم وعلى الجميع الناس اللي عندها كانسر الكركدي من المشروبات اللي فرندلي الصديقة للناس اللي عندهم زيادة في الخلايا الليمفومة الليمفوية وكريات الدم البيضاء ما منفضل إنه ياخده للشخص اللي عنده زي ما قلت ضغط ملخفض لأنه هو بيساعد على خفض الضغط فالناس اللي عندها ضغط دائما هايبوز أو قليل يفضل إنه ياخده حار ما ياخده بارد وطبعا الفيتامينات اللي موجودة فيه والمعادن بتساعد على تفعيل أكسادة الخلايا الجسم يعني إنه بتتحسنها وبتخلي تمنع أكسادة الخلايا لأنه بتعرف خلال اليوم إحنا بنشتغل وبتطلع الواحد بيعصب بيشتغل بيسترس العمل كذا بتطلع شوائب الجسم لا إرادية الكركديه من بعض المشروبات اللي فعلا بتحسن عمل الجهاز المناعي لدى الجسم هذا كله في الكركديه من العصر الفرعوني انت بتعرف؟ من العصر الفرعوني من أيام الفراعنة الكركديه مشروب نعم طيب يعني لا تعليق طيب نوقف في استقبال الإجابات على الأسئلة ونعطي فرصة بس للإخوان في الكنترول على أساس يجرون السحب ويختارون اسم الفايز معنا سؤال الحلقة كان اليوم ما هو التطبيق الذي يوفر دليل شامل عن الأطباء والمنشآت الصحية في إمارة دبي هو تطبيق بلا شك يعني أطباء دبي من الاسم نعرف هذا التطبيق للزوار والمقيمين في إمارة دبي يوفر دليل شامل عن المتخصصين في الرعاية الطبية والمنشآت الصحية كذلك في إمارة دبي أنصحكم بتنزيل هذا التطبيق والاستفادة من المعلومات اللي فيه أيضا نحن كنا نتحدث عن تطبيق حياتي بما كانت الحلقة اليوم كانت عن السكري والصيام وكان معنا الدكتور الأمين وحدثنا عن المعلومات الخاصة بهذا التطبيق كذلك ننصح للمستمعين بتنزيل هذا التطبيق حيساعد مرض السكر كتير وبرمضان بالتخصيص لأنه أنا هقول لك من أوائل التطبيقات أو الوحيد يمكن بالعالم العربي حياتي اللي يتخصص في رمضان لسه ما موجد تطبيق مثله فأتمنى أنه الناس اللي عندها سكر فعلا تدخل على تحمل هذا التطبيق لأنه من الأحلى التطبيقات اللي حيساهل حياتهم ويخلي وصولهم للطبيب أو لاختصاص التغذية أو لمثقف السكر أسهل وأسرع جميل هنا لك الكثير من التحايا لك دكتورة وفاة الله يحييهم يا رب اللي طالت جدامي ريم سويلم وإجابة إجابة سليمة رمضان كريم وحلقة اليوم ما شاء الله مفيدة ومستنسين الكركديه مستنين مستنين الكركديه بس يناعو على فكرة ينتهي مما يغلو أنا بفضل عشان ياخدوا أكبر كمية تركيز ينقعوا أوفرنايت يعني بالليل لتاني يوم إذا مستعجلين عليه ممكن يغلو لكن إذا بدكم بالإفادة ينقعوا بالمي طول الليل وبس وحطوه في التلاجة وحطوا مع فاكهة يعني عشان ما نحلي شوف يعني حتى مرضى السكري إذا طعمه حامض هو لا محمود فيحطوا مع جوافة يحطوا مع فراولة أنت غنيت القيمة الغذائية كمان وما حطت أي محليات جميل طيب الأفضل بارد ولا حار لمرضى ارتفاع الضغط بارد لمرضى انخفاض الضغط لأنه هو يخفض الضغط فنحذر أنهم ياخدوا بارد ياخدوا حار يعني زي شاي لا ياخدون عيال إذا ممكن بس إذا بيحبوه ممكن ياخدوا مثل شاي يعني ما في مشكلة في شاي كركديل الآن يعيبني شاي كركديل بحار ولذيذ يعني للناس اللي عندها بس زي ما قلتلك للناس اللي عندها انخفاض الضغط بيساعدها لأنه يعني ما بيخفضوا أكتر لكن للناس اللي عندها ارتفاع الضغط عليهم بالكركديل بارد مفعوله عجيب طيب هذا مشروب اليوم نحن إن شاء الله في الحلقات القادمة نسوي لكم الطبق بعد ما لليوم أنا صلي يومين بطبخ وأنت ما عم تعرض طبخاتي عملت برياني وعملت مجبوس وعم حضرنا ثريد بشكل صحي صار طيب نحن كذلك هذا هدفنا أنه أنت تاكل أكلك لكن يعني أكلنا بطريقة صحية بس جميل دكتور أنا بس أبغي أدعو الناس إلى الخيمة اللي مصاحبة بطولة ناس نحن هناك تتواجد يعني منصة لهيئة الصحة بدبي تعرضون فيها الكثير من المعلومات والكثير من الأمور اللي تخص التغذية السليمة في رمضان وكل أسبوع غير هي وقاعدين تعرضون بعد الطبخ نفسه يعني بشكل صحي صحيح للجمهور فندعوهم إلى التوجه إلى هذه البطولة المميزة بطولة ناس اللي هي بطولة ند الشبه الرياضية صحيح وأيضا البطولة فيها وايد وايد شغلات ممكنة صراحة رائع ما تمل مرة الوقت يعني وما حسينا فيها فعلا يعني إحنا تواجدنا للصبح وكان رائع رائع أكثر من رائع صراحة الله يعطيهم العافية أي مسج تبغيني أقراه؟ المشكلة أنا عندي شوية أي هذا مهند صلاح يقول رمضان كريم وحلقة اليوم ما شاء الله مفيدة ومستنسين بالكركة ديه أنا قلت اسم الفائزة معنا؟ لا بعدني؟ لا سامحوني فاطمة أمين فتحي يعني بختم الصدقين فاطمة أمين فتحي هي الفائزة معنا اليوم بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية معلومات في هيئة الصحة بدبي بيتوصلون معاك يا فاطمة ألف مبروك ألف مبروك وأيضا باتشر عندنا فرصة بعد كذلك ثلاثين يوم صح؟ يعني مو بثلاثين يوم ثلاثين يوم نحن نحاول حتى على الويكند نخلي فائزين الثنينة شو رايكم؟ شوفيلي أشواق إذا جماعة إدارة تقنية معلومات يعني بيزودون بعد في الويكند ممكن نحن ناخذ الثنينة فائزين ليش لا؟ يعني هما كريمين واحنا منستاهل أو كرام ونحن نستاهل إذا وصلنا إلى ختم حلقتنا اليوم كل الشكر لك دكتورة وفعج مدير إدارة التغذية العلاجية أو التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والتصال المؤسسي ومن التسويق كانت معنا شواق مسعد وفي الإخراج المتلقة داهما ميثل بنبيات وهذه تحيات محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي